قصة الهميان كان أذان الفجر يصعد من مآذين الحرم في مكة في أول يوم من رمضان سنة أربعين ومئتين للهجرة فيهبط على تلك الذرة المباركة قعيطعان وأبي قبيس فينساب مع نسيم البحر رخيا ناعشا يسحب ذيوله على تلك الصخور التي كانت محطة بريد السماء ومنزل الوحي ومنبع رحمة الله للعالمين حتى يمسح ستور الكعبة فيتنزل على من في الحرم تنزل النفحات الإلهية على قلوب عباد الله المخلصين وكانت صفوف المؤمنين قائمة للصلاة تدور بالكعبة من جهاتها كلها صفوف في الحرم ترى الكعبة وتنعم بالقرب منها وصفوف لا تراها ولكنها تتوجه إليها وتبصرها بقلوبها تقوم وراء الجبال الشم والبحار في المدن والقرى والصحاري والسهول والأودية والقمام والأكواخ والسجون والمغائر في القفار المشتعلة حرا والبطاح المغطاة بالثلج تتسلل وتتعاقب لا تنقطع ممتدت الأرض وكان فيها مسلمون وأما أهل مكة البيت الحرم ولم يرق في داره إلا شيخ في السادسة والثمانين عليه قميص مشدود بحبل وقاموا للصلاة ما يستطيعون الوقوف مما حشدوا به بطونهم من طيبات الطعام من كل حلو وحامض وحار وبارد وسائل وجامد ووقف يصلي وما يستطيع القيام من الجوع فقد أمسك للصوم بلا سحور ونام ليلته البارحة بلا عشاء وأمضى أمسه من قبلها بلا غداء فلما قضى صلاته قعد على محرابه منكسرا حزينا وما كان يفكر في نفسه فلقد طال أهله بالفقر حتى ألفه وهون إيمانه الدنيا عليه حتى نسي نعيمها وازدراها ولكنه كان يفكر في هذه البطون الجائعة من حوله وهو كاسبها ومعيلها وهذه المناكب العارية ولو كان في مكانه رجل آخر قاس الذي قاساه ورأى الأغنياء يبذرون المال تبذيرا ويضيع المئون الألوف بالباطل على حين يحتاجه إلى الدانق فلا يجله لثار على الدنيا وذم الزمان وحقد على الناس ولكنه كان رجلا مؤمنا يوقن أن الناس لا يملكون عطاء ولا منعا وأن ما كان لك سوف يأتيك على ضعفك وما كان لغيرك لم تناله بقوتك رفعت الأقلام وجفت الصحف قال الحمد لله على كل حال وقام فنزع القميص ونادى يا لبابة فجاءت امرأة متلفعة بخرقة قذرة فرفع إليها بالقميص وأخذ الخرقة فالتف بها فقالت المرأة يا أبا غياث هذا ثالث يوم لم نذق فيه طعام وهذا يوم صيام وحر فإذا صبرت وصبرت أنا فإن البنات والعجوز لا يقدرون على الصبر وقد هدهن الجوع فاستعن الله واخرج فالتمس لنا شيئا فلعل الله يفتح عليك بدوانق أو كسيرات ندخرها لفطورنا قال أفعل إن شاء الله وانتظر حتى عالت الشمس وكانت ضحى فخرج يجول في أزقة مكة وطرقها وكان الناس قد انصرفوا إلى دورهم ليقيلوا فلم يلقى في تطوافه أحدا واشتد الحر وتخاللت ساقاه وزاغ بصر وأحس بجوفه يلتهب التهابا من العطش وكان قد صار في أسفل مكة فألقى بنفسه في ظل جدار وكان من أكبر أماني أن يدركه الأجل فيموت مؤمنا فيتخلص من هذا الشقاء وينال سعادة الأبد وقعل يمكت التراب بيده